ليه تعيشها الوحدك؟ ليه تعيشها الوحدك؟ ترامة ممكن تحب بنت صاحبك اللي قد عيالك في السن اتنين استعال ايتاب الربيع والخريف السلام عليكم اعزائي المشاهدين اهلا بيكم في فيديو جديد النهار ده معنا مراجعة فيلم ليه تعيشها الوحدك فتابعوا معي الفيديو ما تنسوش تدعموني يتعاملوا اللايك وشير وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة ومفاعلين الجرس عشان ينصلكم كل جديد ويلا بينا نبدأ بالدور الاحداث حاول الطبيب يسعى للوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان فيمر السنائب العديد من الاحداث والتجارب العصيبة وتتوالى الاحداث الفيلم من الافلام اللي نزلت سينما والواحد ما سمعش عنها اطلاقا وشافش اعلان واحد حتى للفيلم نزل وتسحب ونزل اونلاين والواحد اكتشف ان نزول السينما ده كان من حوالي خمس شهور مفيش اي حاجة اي اخبار عن الفيلم مفيش اي نوع من انواع الدعاية كانت موجودة ومعظم الاعمال العربية او الافلام بالاخص لم يبقاش لها اي دعاية وده ما تفهمش بقى هو تأثير منهم في الدعاية او هم مش واسقين في المنتج اللي هم بيقدموه لدرجة تخليهم يقولوا اه احنا عملنا فيلم يا جماعة تعالوا شوفوه وفكرة الفيلم باختصار بتتكلم عن واحد يرجع من السفر بعد سنين طويلة اضعها في الغرب عشان يلاقي صديقه الوحيد وصديقه من الطفولة مصاب بمرض السرطان فبالتالي بيقى في جنبه وهو وبنت صاحبه المريض ده فبسبب يقوفه مع صاحبه علاقته ببنته بتبتدي اقطق ونوعا ما لدرجة بيوصلوا في الاخر ان هم بيحبوا بعض طبعا في فرق سن رهيب بينهم في عواقب كتير قوي تمنع ان العلاقة دي تكمل المهم انا شبت فيديو لمخرج الفيلم بيتكلم فيه عن نقطتين مهمين جدا اول نقطة هو اتكلم عن ان الفكرة دي يعني هي مش جديدة وتعملت في اعمال كتيرة قوي ولكن الفكرة دي لازم تتعامل بطريقة كويسة لازم تتعامل بطريقة الناس تقدر تتقبلها لان لو الناس ما ادرتش تتقبلها وتتقبل طريق تقديمها فبالتالي الناس هتكره الموضوع يعني الفيلم مش هيجي معهم سك اطلاق طيب يعني انت كمخرج عندك رؤية حلوة جدا وحطيت ايدك على المشكلة وادرت ان انت دلوقتي تقول يعني انت عارف العيب فين عارف ان الحاجة دي لو متعملتش بشكل كويس الناس مش هتحبها والحاجة دي لو الناس محبتهاش الفيلم بتاعك هيوقع فيعني انت حضرت ايدك على المشكلة طب ما كانش فيه بقى طريقة افضل لان انت تقدم بيها القصة اللي انت بتتكلم عنها النقطة التانية بقى اللي اتكلم فيها المخرج في المداخلة بتاعته وقال ان السيناريو ده ما كانش السيناريو الاصل بتاع الفيلم وده سيناريو متغير ومتعدل المفروض الفيلم كان هيبقى كوميدي ولكن هما حابوا يعملوا الموضوع درامي اكتر فغيروا السيناريو ادوا الشخصيات ابعاد اكتر ويعني حاولوا ان هما يدخلوا عامل درامي قوي موجود في القصة واضن انه واضح لاي حد شاف الفيلم ان السيناريو يعني فيه حاجة غلط ان ده مش السيناريو الاصلي نظرا لكمية الاحداث الغير متربطة اللي موجودة معنا الفيلم بيبدأ باحداث والاحداث دي بتبقى رايحة في اتجاه معين فجأة بتلاقي حصل تحول في القصة وروحنا اتجاه تاني خالص فجأة بتلاقي ان احنا رحنا حاجة تالتة خالص اللي هي اصلا القصة الاساسية اللي احنا بنقشها ففي مراحل كتير وتحولات كتيرة جدا مليانة جوه احداث الفيلم وصولا بقى للنهاية الغريبة جدا اللي الفيلم بيعملها النهاية هي مفهومة يعني انت لما يجيب لك مشهد النهاية تبقى فهمت ايه اللي حصل فيه ولكن طريقة تقديم النهاية يعني غريبة جدا ووحشة جدا مش مفهومة يعني مش عاقب اللي هو فيه طرق كتيرة جدا انت تقدر تقدم النهاية بشكل افضل من اللي كان موجود ده فعيب الفيلم ان هو لما غير السيناريو بتاعه حاب يدي اضافاته حاب يدي بقى عمق درامي فزود احداث كتير هو في غنى عنها وبالتالي فيه اجزاء منه ضربت فيه حاجات هو كان عايز يوصلها ما قدرش يوصلها بالطريقة الحلوة ولكن بقى تبقى يعني اكتر مشكلة بواجهها في الاعمال العربية في الفترة الاخيرة وهي مشكلة تقديم الموضوع من منظور ايجيبت مش من منظور مصر بمعنى ايه ان مصر عندنا يعني هي منقسمة لجزئين والناس طبعا اللي من مصر بيتفرجوا عليها عارفين الكلام ده فيه جزء بتاع مصر اللي هو الجزء العادي اللي احنا عايشين فيه الناس اللي بتعيش في الشوارع والكرة والمدن والحاجات دي فيه جزء بتاع ايجيبت الناس الهايكراس اللي عايشين في اه درجة حلوة الكلام ده هيبنى اوضح اغض طبق شوية ولكن يعني هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه فالناس بتوع ايجيبت عندهم بعض العادات والتقاليد اللي بالنسبة لنا بتبقى المفروض ان هي حرام ولكن هما بالنسبة لهم مضوع بيبقى عادي شوية وده باين في معظم الاعمال اللي واحد بيشوفها ويمكن ده سبب يعني يخلى الواحد يقفل من الاعمال العربية شوية النظر اللي ان الناس عايشت اليوم قاعدين بشربوا خمورة عادي الحلاقات صباح الفل الدنيا جميلة خالص فأيجيبت طغت على مصر فيعني مش اللي بيبندق ده مش مصر يا جماع ده جزء بسيط جدا من مصر لا مصر فيه حاجات تانية كتير يعني مش متمثلة فقط من الطبقة دي كل ما الواحد يجي تفرج على الحاجة العربية يلاقي الموضوع البيتناقش من منظور الطبقة دي بس فيعني لا هتقولنا حاجة تبقى ناس شبهي يعني انا قاعد بتفرج اه الناس دي شبهي عادي طيب احنا اتكلمنا في سلبيات كتير اكيد الفيلم يعني اقدم بعض الايجابيات اللي موجودة من ضمن الايجابيات اللي موجودة هو ان في جانب درامي حلو في القصة كان مبوض خاص بخطوط خاصة ببعض الشخصيات يمكن هو ما تعملش بافضل طريقة ممكنة طبعا ولكن امور دي اللي هو ماشي يعني نقطة من النور في وسط ضلمة كتير يمكن في بعض الاحداث لو الفيلم اركض عليها بشكل اكبر من كده كان هيطلع من وراها بدراما كويسة لكن اجمالا الدراما اللي موجودة في الفيلم حلوة جدا وفي الناس مرهفة المشاعر والاحاسيس لان الموضوع هيأثر فيهم في شخصيات واحداث يعني هي مرت على القصة بتاعتنا هتأثر فيهم جامل في بعض الافكار مثلا زي فكرة ايه يعني اللي متردهوش على نفسك متردهوش على غيرك او مثلا ما تبقاش انت بتعمل حاجة بتيجي تلوم على حد انه بيعمل نفس الحاجة بتاعتك دي يعني بتشوف شخصية خالد الصوي اه شخص اه اللي هو مساحب بنته بنته اصلا عايش حياته بالفري ستايل بتاعه فلما جي صديقه وحب بنته لأ اللي هو الوقت هنا ازاي بتحب بنته قد بنتك ولا مش الكلام ده مش هيحصل وشغل الافلام العربي ده فدلوقتي اللي ما تردهوش على نفسك ما تردهوش على غيرك او ما تبقاش انت بتعمل حاجة وتيجي تلوم على حد ان هو بيعمل نفس الشيء طبعا برضو الموضوع ما تقدمش بافضل صورة ممكنة ولكن ماشي نعديها يعني هو كانت فكرة حلوة في قلب الموضوع نعم هما خدوا قرار غلط بها في الاخر ولكن ماشي حاجة من الايجابية اما بالنسبة لاداة التمثيلي فاحنا معنا تلت شخصات رئيسية في الفيلم يعني الاداة التمثيلي بتاعهم كان حلو جدا معنا خلد الصوري شريف مونير طبعا نجوم كبيرة يعني ايا كان العمل اللي هما موجودين فيه فهما هيقدوا اداء تمثيلي حلو يمكن مسلا السيناريو ما خدمهمش ولكن ده ما يقللش مقابلاتهم التمثيلية اطلاق سلمة وضيف برضو عملت يعني اداء تمثيلي كان كويس في شخصيات حلوة بالدن فالاداة التمثيلي اللي موجود هنا اداء تمثيلي كويس لو انت خدمت عليه بسيناريو افضل هيدي لك اداء افضل من كده اما بالنسبة للاخراج فالاخراج كويس نوعا ما مشكلة بس يعني بالنسبة لي معنا مشكلة ايجبت اللي انا اتكلمت عنها لكن هو عمل بعض اللمسات الكويسة اه كان فيه بعض الاغاني اللي موجودة معنا والمزيكة عملت برضو بشكل حب يعني فيه شوية شغل اخراجي ومحاولات للابداع تقييم الفيلم هو خمسة من عشرة اه يعني انا مش عارف الصراع انا مش عايز اكون بقصو عليهم بس اللي هو انتو اه ليه بتعملو كنه يعني انتو نجوم كبيرة موجودة معكم وتقدروا تعملوا اداء تمثيلي حلو اه فليه بتعملوا السيناريو بالمنظر ده؟ ما ينفعش يبقى معك السيناريو تيجي تغيره قبل التصوير تتوقع ان انت هتعمل حاجة حلوة مش فيلم بوشكة اش هو يعني ولكن كل اللي احتراموا التأدير للناس القوامين على العمل ده ارجو ان انا اشوفكم مستقبلا في اعمال تكونوا الخط وراحتكم في صنعها والاعمال تكسر الدنيا بازن الله بس كده عزائي مشاهدين اكون خلص فيديو النهاردة ما تنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتأكدوا ان انتم مشتركين في القناة وانفعالين الجرد عشان ينصلكم كل جديد واشوفكم تاني في فيديوهات جاية كتيرة ان شاء الله السلام عليكم